إذا أردتم أن أعطيك مثال للتفسيط في قصص من السلف الصالح سيدنا عروب بن الزبير نعلم في القصص أنه أصابه لقدمه داء يسمى داء الأكلة داء الأكلة في مصطلح الحديث يسمونه الجرجرينة هذا الداء يصيب القدم وينتشر وهذه الداء يأكل القدم تموت فيجب قطع الساق ويجب قطعها قبل أن ينتشر لأنه إذا انتشر يعني ينشل ويموت كاملا فيجب أن تقطع القدم ما الذي حصل؟ الأطباء قالوا يجب أن نقطع قدمك قال إن لله وإن إليه راجعه قالوا نعطيك المخدر لكي تخدر ونحن نقطع القدم قال عوذ بالله أنا أبدا لا أتعاطى حرام أو أغفل عن ذكر الله قالوا إذا نأتي برجال يمسكونك قال دعوني أصلي وأطلت السجود ففعلوا بقدمي ما شئتم قام يصلي والطباء ينتظرون جهزوا العدة والكذا صلى فسجد فلما سجد أطال السجود عرفوا أنه خلاص صار الوقت فقاموا إليه جاءوا بالمنشار سيقطعون القدم ليس قطع إنما نشر لأن عظم هناك عظم فبدأوا ينشرون القدم والدم يخرج بسرعة فنشروا نشروا نشر حتى قطعت قدم هم أثناء النشر ينظرون إليه هو في السجود سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ليس موجودا معهم هو مع الله ينشرون ينشرون إلى أن خرج الدم كثير فجاءوا بالماء المغلي ماء الساخن المغلي فصبوه على قدمه لكي يتخثر الدم يتوقف الدم عن الخروج فأغمي عليه نعم نعم فهمت فقاموا قدمه بعد أن قطعوا فلما استقض قالوا له قال لا لم أحس بشيء لأنه لم يكن معهم هذا المقام الفناء هو أصلا لا ينظر إلى سوى الله لا يحس بسوى الله يا سيد المرعب خلاص يحصل ما يحصل لا مشكلة فهمت ماذا أريد أن أقصد فيه يعني إن شاء الله هذا حال من أحوال العارفين بالله والأولياء